بسم الله الرحمن الرحيم الخبراء في مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية سيدات المرشدين والمرشدون والمرشدات أيها الحضور جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبعد في البدء أريد أن أشكر الشركاء في هذه الندوة المباركة أشكر مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية على تعاونه الدائم وانخراطه ومشاركته الفعلية في أنشطة المجلس العلمي المحلي لوجداء كما أشكر أيضا السيد رئيس حماية المستهلك بالجهة الشرقية على قبوله الدعوة أيضا للمشاركة في هذه الندوة العنوان الذي اخترته لمداخلتي هو التحصين الغذائي وأثاره في تقليل تكلفة الاستهلاك وحماية المستهلك وستحدث عنه انطلاقا من العناصر الآتية أولا النصوص الشرعية المؤطرة للمجال الغذائي انتاجا وتوزيعا واستهلاكا الغذاء مفهوم عند الفقهاء وكيف يتحقق الاكتفاء منه الأمن الغذائي التحصين الغذائي الذي يسمى الآن بالأمن الغذائي كيف يتحقق وكيف يحصل به الاطمئنان والاستقرار على مستوى السوق وكيف يدب المستهلك حاجاته الأساسية في ظل المستوى الأمن الغذائي داخل البلد ثم مقومات وأسس التحصين الغذائي في الإسلام الأسس المعنوية والأسس المادية لتحصين الأقوات بلغة الفقهاء وتسير سبل الوصول إليها وتزيعها على مستحقها داخل البلد أنطلق من بعض النصوص الشرعية المؤطرة لموضوع الاستهلاك والإنتاج هذه النصوص اختارت منها ما يتعلق بتحصين المجال الغذائي ويحقق الاستهلاك لمختلف شرائح المجتمع من هذه النصوص قول الله تعالى قول أهو نبئك بها قول إنكم لا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أن داد ذلك رب العالم إلى أخير لا أن يقول وهو يتحدث عن الأرض وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين هذه الآية تتحدث عن الأرض وينص الحق سبحانه وتعالى على أن أقوات كل من يديب على هذه الأرض هي موجودة في هذه الأرض وهي كافية فلا يعتبر ازدياد السكان سببا في شح هذه الأقوات وعدم كفايتها فإذا لم تكفي هذه الأقوات لمن يديب على الأرض فإنما الأسباب ترجع إلى العجز في استدرار خيرتها أو التقصير أو سوء التوزيع أو إلى أسباب أخرى تدخل وتحت ما يسبي الفقهاء بالجوائح وهي الأسباب السماوية التي تؤدي إلى إطلاف المحاصيل الزراعية من الآيات المؤطرة كذلك التي اخترت أن أنطلق منها قول الله تعالى يَأَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طِيْبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَا أَخْرِجْنَا لَكُمْ الْأَرْضِ وَلَا تَيِمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فيه هذه الآية تنص على أن إنفاق ينبغي أن يكون من الطيبات وينبغي أن لا يكون من الخبائث وَلَا تَيِمَّمُوا الخبيث الخبيث بالآية معنى غير الجيد هذه الآية تؤسس لكرامة المستهلك يوزع الطعام على المحتاج إليه ينبغي أن ترعى كرامته وأن لا يوزع عليه ويعطى من غير الجيد من الردي فهناك مساواة ينبغي أن تكون بين من يمتلك الطعام ومن لا يمتلكه حينما يعطي المالك لغير المالك ينبغي أن تكون مساواة كما يقتاته حينما يعطي للغير ينبغي أن يراعي هذا الصفة في الطعام الذي يستهلكه وأن لا يخص المعطى له بالرديء من الطعام ويحتفظ هو بالجيد من النصوص المؤطرة كذلك التي تحد من المنفعة الفرضية في الاستهلاك أذكر الحديثين الأتيين من بات شبعان شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم لأن رسول الله ما أمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم و أذكر قوله صلى الله عليه وسلم أيما أهل عرصة أيما أهل عرصة أو قرية بات فيهم مرؤ جائع فقد بارئت منهم ذمة الله إن هذه النصوص تحمل المسؤولية للفرض وللجماعة تجاه المحتاج الذي يحتاج إلى الطعام أنا لن المداخلة خاصة باستيلاك في مجال الطعام في مجال الطعام فالاستيلاك إذن انطلاق من هذه النصوص هو وسيلة في التصور القرآن حينما يتحدث الاستيلاك على أساس أنه وسيلة وليس غاية فالإنسان يأكل ليعيش لا ليعيش يعيش ليأكل الذي يعيش ليأكل هي البايمة يأكلون كما تأكل لنعام أما الإنسان فيتخذ الاستيلاك وسيلة لأداء مهمته في الحياة وهذه نقطة مهمة جدا وفارقة بين الفهم الاستيلاك في التصور القرآني وفهم الاستيلاك المعاصر الآن الذي صار هدفا للإنسان يترتب على ذلك أن الاستيلاك يستهدف إشباع الحاجات الأساسية للإنسان ولا يستهدف تلبية الرغبات والشهوات التي لا تنتهي الترف الشرع لذلك نص فقهاء على أن الأكل فوق الشبع حرام الأكل فوق الشبع حرام وورد عن عمر رضي الله عنه في قصته المشهورة مع جابر بن عبد الله رضي الله عنه حينما سأله اشترى شيئا وسأله قال ماذا اشتريت قال اشتريت اللحم اشتهته اشتريته قال له أكلما اشتهت اشتريت أكلما اشتهت اشتريت أخشى أن ينطبق لك قوله تعالى أذب طيباتكم في حياتكم والدنيا واستمتعتم بها يعني أن هذه النصوص كلها تفيد أن الإنسان في مجال الاستهلاك يقف عند حد الحاجة الحاجة الأساسية لإشباع رغبته في الطعام التجاوز هو السرف تجاوز الحد هو السرف والسرف فيه تجاوز للحد وفيه اعتداء على حق الآخرين في الاستهلاك حينما يتجاوز الإنسان حد الإشباع الحاجات الأساسية وينتقل إلى السرف معنى ذلك سيعتدي على حقوق الآخرين على حقهم في الحصول على هذا الطعام واستهلاكه كما تفيد هذه النصوص أيضا أن الطعام الذي يتحدث عنه الشرع القرآن الكريم ويتحدث عنه الفقهاء عموما والطعام الأساس الذي يسميه الفقهاء بالقوة الأقوات القوة الضروري لحاجات الإنسان أما معهد القوة الضروري بلغة الفقهاء فهو فاكح القوة الثانوي الذي إذا فقد لا يحصل للإنسان اضطراب ولا نقص في التغذية أما القوة إذا لنا القوة هو الذي يقوم به بدن الإنسان معنى إذا فقده س يقع في ضرر كبير فلذلك الفقه الإسلامي في مجال الأقوات دائما يحرص على توفير القوة الأساس الفاكهة قد تكون موجودة ولا يتم بها إلا إذا تحقق القوة الضروري فلذلك حتى على مستوى الإنتاج التركيز دائما على الفلاحة في إنتاج الأقوات الأساسية وهذا القوة قد يختلف من منطقة إلى أخرى قد يكون في منطقة القوة يعني هو الطمر قد يكون في جهة أخرى والبر قد يكون في جهة أخرى أرز إلى آخره لكن حينما يألف الناس هذا القوة ويحصل ضرر كبير إذا فقد فهذا هو الذي يهتم به الفقه الفقهاء التي تحدثون عنه أما ما عدا ذلك من الأطعمة التي إذا فقدت يعني لا يلحقهم ضرر كبير فهذه تأتي في الاهتمام بالزراع في المستوى الثاني وقد تأتي في المستوى الثالث بعض الأطعمة الفواكه التي لا يحتاجها الإنسان من حيث كونها غذاء النقطة الثانية بعد آتي النصوص فهوم الغذاء عند الفقهاء غذاء والطعام لأن المصطلح الشائع في الفقه والطعام وحينما يتعلق بالطعام الأساس يعبر عنه بالقوت النقطة الثالثة التحصين الغذائي أو الأمن الغذائي كيف يتحقق الأمن الغذائي ثم النقطة الأخيرة إذا سمح الوقت بذلك الوسائل المادية والمعنوية للتحصين الغذائي الغذائي مفهوم الغذاء عند الفقهاء الغذاء هو كل ما يصلح بدن الإنسان ويذهب عنه الإحساس بالجوع والعطاش وهو من حيث احتياج الإنسان إليه قسمان قوت وفاكهة القوت هو الغذاء الأساس الذي لا يستغن عنه الإنسان والفاكهة الغذاء الذي يحتاجه الإنسان ويمكنه الاستغناء عنه من غير أن يصيبه ضرر كبير والفقاء حينما يتحدثون عن الطعام الذي تحقق به التحصين يركزون على القوت الغالب في البلد الذي تتحقق به الكفاية الغذائية في حدودها المتوسطة هذا القوت يختلف كما ذكرت من بلد لآخر لذلك فإن المقصود بالغذاء الذي تحقق به التحصين والأمن هو القوت الغالب الذي ألف الناس استهلاكه ويحصل له مضرر في مجال الغذاء في حال فقده أو شحه وهو الذي تخرج منه فريضة الزكاة عند جمهور الفقعاء ومنه تخرج زكاة الفطري ومنه تخرج سائر الكفارات التي أمر الشرع بإخراجها أما الأمن الغذائي مصطلحا فقد تحدث عنه المهتمون بمجال الغذاء والتغذية واختلف في الشروط التي يجب توافرها لتحققه في المجتمع فبعضهم يركز على توفير الاحتياجات الغذائية لأفراد المجتمع سواء حصل ذلك عن طريق الانتاج المحلي أو استراد القوت من الخارج فمتى تحقق الكفاية ووصل الغذاء إلى كل أفراد المجتمع فقد تحقق الأمن الغذائي بغض النظر عن مستوى دخل هذا الفرض وبغض النظر عن مصدر الطعام سواء كان إنتاجا محليا أو استرادا من الخارج فالغاية عندهم وتحقيق الكفاية إذا تحقق تلك الكفاية أي الحد الأدنى توفير قوت الضروري الأساسي لكافة أفراد المجتمع في بلد من البلدان فيكون قد تحقق الأمن الغذائي وبعضهم اشترط في تحقيق الأمن الغذائي أن يكون الإنتاج محليا أن يتحقق الكفاية أن يصل القوت الأساس لكل فرد في المجتمع لغض النظر عن مستوى دخله من الإنتاج المحلي أما إذا كان هذا تاته الكفاية تتحقق بهذا الغذاء المستورد فكثير من تحدثوا عن الأمن الغذائي يعني تحفظون عن تسمية هذه الحالة عن البلد الذي لا ينتج ما يكفي من الغذاء أنه قد تحقق فيه الأمن الغذائي وإن تحققت فيه الكفاية لأن الفجوة الغذائية في المجتمع التي تغطى بالاستراد من الخارجي يعني هذا الأمن الغذاء مهدد يعني قديما لم يكن هناك مشكلة في استراد الأطعمة من البلدان المجاورة والبعيدة لكن اليوم تبين أن الطعام في بعض الأحيان قد يكون سلاحا يتخذ لاستدراج يتخذ لانتزاع مواقف معينة لتحكم في سياسة معينة لفرض شروط معينة بمعنى أن الذي يمطلق الطعام قد يحجبه عن من يحتاجه يحتاجه إذا لم يستجب لسياسته فلذلك يرى هؤلاء أن الأمن الغذاء لا يتحقق ولو حصلت الكفاية إلا إذا كان الإنتاج لهذه الأقوات الأساسية إنتاجا محليا وهذا هو الذي يظهر في بعض الفترات يظهر فعلا أن هذا الرأي والصائب أن الأمن الغذائي لا يتحقق إلا إذا كانت الاكتفاء تحقق بسبب وفرة الإنتاج المحلي وبعضهم يضيف شرط آخر أن لا أطيل في هذه النقطة لأن ربما سأبتعد عن الموضوع بعضهم يضيف إلى الكفاية أن يكون البلد متوفرا على المخزول الاستراتيجي الذي يسميه فوقعون بالادخار الادخار ليس هو الاحتكار لأن الاحتكار وحبس الأقوات وحجبها من أجل التحكم في أسعارها مع حاجة الناس الماسة إليها هذا هو الاحتكار أما التخزين الاستراتيجي أو الادخار وهو الاحتفاظ بالفائض من الفائض عن حاجة الناس احتفاظ بالفائض من الطعيمة لوقت الحاجة إليها فهذا مطلوب في بعضهم يشترط لتحقيق الأمن الغذائي أن يكون البلد تحصل فيه الكفاية ويكون له مخزون من الغذاء مخزون يكفي لمدة معينة يعني كل حال يختلفون في تحديدها ولكن لمدة معينة مستقبلا إذا احتاج البلد إلى الطعام يجد هذا المخزون الاستراتيجي قبل تدبيره إما بالاستراد أو بالإنتاج هذه هي شروط تحقق الأمن الغذائي ما هي الوسائل المادية والمعنوية لتحصينه إن حينما يحصن مجال الغذاء هذا التحصين سينعكس على الاستهلاك فلذلك ربط بين الإنتاج والتوزيع والاستهلاك إنه لا يمكننا الاستهلاك ويستقر أمره إذا كان هناك خلل في الإنتاج أو خلل في التوزيع الآن تحدث دائما كما ذكرت محاضراء أو المداخلة في المجال الغذاء من الوسائل المعنوية التي تقررت في نصوص الشرعي الحكيم متعلقة بالتحصين الغذائي مورد في الآية التي ذكرتها سابقا قدر فيها أقواتها شار فيها في شارة مهمة جدا بالنسبة للإنسان المسلم على كلها ويا أذي شارة ترتبط بعنصر البركة وباركة فيها وقدر فيها أقواتها ففي أقوات وهذه الأقوات فيها بركة والإنسان المسلم من العنصر يدخل عنده في مجال الاعتقاد ويعتقد أن في الأطعمة بركة ويسعى إلى تحصيلها وإلى اجتناب ما يذهبها هناك أشياء تحدث عن الشرعي الحكيم تذهب البركة من الأطعمة فالمسلم مأمور أن يلتمس هذه البركة ويلتمس أسبابها في مجال الطعام في مجال كلها في العمر لكن الآن تحدث في مجال الطعام وعليه كذلك أن يحطط أن يجدنب العوامل التي تذهب هذه البركة من الأقوات إن فهذا عنصر مهم من مقويم معنوي حينما يتحقق الاستقرار النفسي للإنسان الذي يعتقد هذا الاعتقاد خصوصا حينما يقل الطعام العنصر الثاني أو المقويم الثاني المعنوي القناعة عنصر القناعة أيضا مهم لدى الإنسان المسلم له دور في تحصين المجال الغذاء لأن من أثار القناعة الاكتفاء حينما يلتزم الإنسان بالقناعة بانفهمها الشرعي فإنه سيقتصر على مقدار الحاجة من الطعام ويترك الفائض لمن يحتاجه يعني أن المستهلك الذي سيحتاج بسبب قناعة هذا الإنسان سيقف عند حده لا يبالغ لا يصل إلى حد الإسراف فيترك للآخرين الفائض القرآن الكلمة يتحدث عن الفائض الإنفاق ويسألون كماذا ينفقون قل العفو أي العفو والفائض زائد عن حاجات الإنسان في جميع المجالات في المال في الطعام في اللباس ينفقون من الفائض من الطع في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له فضل من زال فليعد به على من لا زاد له حتى قال أبو سعيد الخور رضي الله عنه وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنواع الفضل ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد مننا فيه فضل الذي يسمى الآن بلغة الاقتصاد بالفائض مما يحصن كذلك المجال الغذائي وينعكس إجابا على الاستهلاك رخاء وتوزيع شعور المرء بالتقصير والمسؤولية تجاه المحتاج للغذاء وقد ذكرت بعض النصوص في هذا الإسلام يقرر كما ذكرت أنه من بات شبعان وجاره جائع إلى جميع وهو يعلم فهو ناقص الإيمان ناقص الإيمان ذكرت كذلك حديث القرية أي يوم أهل القرية وعرصتين بات فيهم مرء جائع فقد بارئت منهم ذمة الله إن شعور بالمسؤولية تجاه الجائع وما يترتب عليه من وجوب السعي إلى توفير الغذاء إلىه مما يحمي المجال الغذاء في المجتمع إنهاته القيام اعتقاد البركة التماس والتماس أسبابها القناعة والتحرر من الشح استشعار المسؤولية تجاه الجائع المسؤولية الفرضية والمسؤولية الجماعية السعي إلى إطعامه من أهم الوسائل المعنوية التي تحصل مجال الغذاء في المجتمع من الوسائل المادية أختصر أذكر بعضها فقط الوسائل المادية التي تحدث عنها القرآن الكريم وتحدث عنه الفقه الإسلامي عموما وسائل كثيرة الوسائل التي تحصن بها المجال الغذاء أهمها النشاط الزراعي الفلاحي وقد حث الشرع عليه وحث على الاهتمام به ولا رغب فيه ووعد من يمارسه بالثواب الجزيلي فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلمين يغرسوا غرسا أو يزرعوا زرعا فيأكل منه فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له به أجر هذا تشجيع على أن يتم الإنسان بمجال الفلاحة ثانيا النهي عن الإسراف والتبذير فقدنا الشرع عن الإسراف في الأكل والشرب كما قال الله تعالى كنوا واشربوا ولا تسرفوا وذكرت أن الآية تفيد معاني كثيرة أهمها أن الإنسان لا يجوز أن يتجاوز حد الكفاية حد الشبع فإذا تجاوز فقد وعقع في الصرف وأن ما يترتب على هذا التجاوز وحرمان الآخر أو التضييق عليه على الأقل في مجال الاستهلاك ثانيا أو ثالثا أنه يعاني الاحتكار احتكار الأقوات وقد ذكرتم عن الاحتكار أنه يختلف عن الادخار الاهتكار ويحبس الأقوات ومن أهم النتائج السلبية المترطبة على الاحتكار أن الإنسان في حالة الرخا حينما تكون الأقوات معروضة في الأسواق ويراها الناس ويشاهدونها فإن يحصل لهم اطمئنان تورم يصل إلى يحصل لهم اطمئنان النفسي ويشترون منه بقدر الحاجة لأنه موجود سيلجوا إلى شراء مرات ثانية ثالث في كل ما أراد فهذا هو الوجه الإيجابي في توفير الأقوات في عدم الاحتكار في عدم حبس الأقوات لكن حينما تحبس هذه الأقوات وتختفي عن الأنظار ويلحظ الناس أن الأقوات شحيحة أو منعدمة في الأسواق فلا شك أنهم سيهرعون إليا ويبحثون عليها وحينما يجدون ناس يشترون منها أكثر مما يحتاجون وسيرتفع سعرها ويحرم منها كثير من لم يسمح لهم الحظ بالوصول إليها يعني يحصل اضطراب للناس وترتفع أسعار الأقوات والناس سيأخذون أكثر سيخالفون هذه المبادئ كلها يعني لا يقفون عند الحاجة عند الشباة إنما سيشترون أكثر مما يحتاجون وسيحرمون الأخ فلذلك منع الإسلام ونهى عن الاحتكار احتكار حبس الأقوات حينما يكون في حاجة إليها هذه تحقق الاحتكار كذلك من هذه الوسائل المادية لتحصين مجال الغذاء ولتوفيره وإصاله إلى المستهلك وإتاحة الفرصة له ليستفيد منه نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه قبل تسلومه هذا حديث في مجال الغذاء مهم جدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الإنسان الذي يشتري الطعام أن يعيد بيعه قبل أن يقبضه قبل أن يتسلمه ورد في الحديث من بتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه حتى يقبضه وذلك لأن إعادة بيع الطعام قبل القبض قبل التسلم سيقع في التلاعب بالأسعار سيكثر فيه الوسطاء فإذا كثر الوسطاء ارتفع السعر وتدخل الوسطاء ليتحكم في السعر ويختفي كذلك حينما يباع قبل قبضه سيكون في بلد قد يكون بعيدا ويباع مرات متعددة ولا يراه الناس ولا ينزلوا إلى أسواقه فلذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيه الطعام قبل قبضه ينبغي لمن يشتري الطعام أن يقبضه ويأتي به ثم إذا أراد أن يبيعه يبيعه بعد أن يقبضه حتى يكون هناك تداول للغذاء في الأسواق كذلك من النصوص سأتجاوز بعضها تلقي الركبان إن هذه النصوص نقرأها ولكن حينما نقرنها بعض الممارسات نجد أن لها تأثيرا مباشرا على الاضطراب الذي يقعه في مجال الغذاء سواء على مستوى يعني ارتفاع أسعارها أو على مستوى شحية وقلتها فرسول صلى الله عليه وسلم أنها أن تلقي الركبان وهو أن يعترض التاجر الجالب للأقوات إلى السوق ويشتري يمينه على مشارف السوق لأنه سيتحكم في السعر حين أيدي ويشتري بثمن أقل من ثمن الذي تباع به تلك المادة الغذائية في السوق الحديث نص الركبان والآن المعنى يتسع كثيرا فلا يتصور فقط في تعرض لشاحن خارج السوق وشراء ما تحمله من الطعام قد يكون الاعتراع على مستوى الموانع على مستوى البواء خير الكبرى التي تأتي بالأقوات إلى البلدان تشترى خارج الحدود هذا وتلقي الركبان لنتلقي الركبان قد يكون على مشارف سوق قد يكون على الموانع وقد يكون على يعني نقطة التوزيع الكبرى فالرسول صلى الله عليه وسلم نهاء يعني حين ليتلقى هذا الأسلوب في بيع الأطعمة وتداولها سيؤدي إلى أن يتحكم فيها يعني طائفة من الوسطاء ويتعرض لمجموعة من المضاربات وإلى ارتفاع السعر إلى آخر هناك السلبيات فلذلك يرى الفقهاء والإمام مالك إنه إذا وقع هذا البيع فصاحب البائع إذا لاحظ أن المشتري قد غبن واشترى من بثمن أقل له الخيار في أن يمضي البيع وله الخيار في فسخه كذلك الإمام مالك أيضا يرى أن هذا الذي يشتري الأقوات خارج السوق إذا تبين أنه قد غبن الجالب يجب عليه أن يشرك التجار تلك المادة في السوق أن يدخلهم معه في هذه الصفقة لا ينفردوا بها لأنه سينفردوا بالسعر أنه شطر بثمن أقل من الثمن الذي تباع به تلك المادة الغذائية في السوق وسيبيع بثمن أقل مما وسيربح أكثر مما يربحون وقد يدفعهم إلى أن يبيعوا بخسارة فلذلك الإمام مالك إذا وقع هذا البيع وظهر فيه غبن فهذا الجالب البائع يعني المشتري منه يجب علي أن يشرك أصحاب السوق الذين يبيعون تلك يتجرون في تلك المادة الغذائية وهكذا ثم أخيرا النهي عن الغش في الطعام هذه نصوص كثيرة كذلك ما يحصن مجال الغذاء ذلك اجتناب الغش الغش ورد مطلقا وإن كان ورد في قصة خاصة وأن رسول الله عليه وسلم مر بصبرة من الطعام وضع يده فيه فأصابت يده بللا فقال ماذا يا صاحب الطعام قال أصابته المطار قال لا وضعته لعلاني يراه الناس لكن الغش في الطعام الآن يعني لو أساليب متعددة يعني الغش في الكيل الغش في تزوير مدة الصلاحية الغش في الخلط الجيد بالرديء يعني هناك أنواع كثيرة من الغش في الطعام وكلها منهيون عنه بمقتضى قوله الله من غشنا فليس منا وهذه الوسائل كلها التي تحصل المجال الغذائي تعزز أيضا بوسائل رقابية خارجية يمارسها الغير على التاجر في مجال الطعامة هذا الرقابة التي تحدث عنه الفقاهاء في باب الحسبة المحتسب الذي يراقب السوق يراقب المكاييل والموازين مدى صلاحية الغذاء للاستهلاك إصهر على حماية المستهلك من كل ما يضر بصحته أو يجعله محل الاستغلال بإلحاق الضرر به هذه جملة من الوسائل المادية والمعنوية التي تحمي المجال الغذائي وتحمي تبعا لذلك كما ذكرت المستهلك من أن يرفع عنه السيع من أن يغبان من أن لا يصل إليه الطعام الذي يحتاجه أو أن يصل إليه الطعام غير المناسب للاستهلاك إذن سأقف وتذير عن هذا ربما الكلام يكون فيه تنسيق يكون من الضمن بما فيه الكفاية تدير عن ذلك والسلام عليكم ورحمة الله